احد اكبر المحن اللي بيتعرض لها الرجالة بالذات الشباب حديث الجواز لما امراته حبيبته تتخلق مع امه حبيبته وهنا الراجل بتفعص ما بين حبه لامراته واعتزازه واحترامه لامه واحنا عندنا احصائية منشورة في الديلي ميل بتقول ان من كل عشرة متجوزين في اربعة من الستات عندهم مشاكل كبيرة مع حمواتهم انصر مين على مين عندنا هنا حالتين الحالة الاولى ان الزوجة تكون غلطانة انت راجل حائر واحدة واحدة نقعد ونتكلم مين من الغلطان الست غلطانة مش الام والست هنا لو غلطانة مش الام لازم الراجل يبقى عنده حزم وحنية في اقناع الست الزوجة اللي فيه تنافس بينها وبين امه انها تعتذر من انسانة لانسانة الاول لازم نتفق انها غلطانة ما سألتش على الولدة وهي عيانة رد ده رد مش كويس علاقة تعليق سلبي مش عارف على الاكل حاجة اللي بتحصل في البيوت الطبيعية ساعتها هنا لازم البنت تساعد الزوج الحائر ده المطحون ما بينها وما بين امه ان هو يعيش حياة مستقرة يعني هي غلطانة وهي انصرها على امه يبقى عاق لامه وبكرة هيعقك بكرة هيجي حد تاني غالي في حياته ويرميك زي مرمى امه وانتي غلطانة وهنا اعتذار الست ده اللي بيشفي حيرة الراجل لكن الست مش هتعتذر الا ما تكون متواضعة وما عندهاش تخوفات لو اعتذرت لحمتها هتركب بقى والدلد الرجليها بقى وتاخد علي خالص قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو الا عزة تالنهار ده لما تروح تعمل موقف زي ده حضرتك ربنا هيكرمك ويعزك وده وعد سيدنا النبي واقسم عليه عليه الصلاة والسلام لكن الشيطان بيبقى قاعد في البيوت عشان يخرب الحتة دي قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأس ان يعبده المصلون ولكن رضي في التحريش بينهم يحرش مبينهم عشان ينفصلوا عن بعض طب النهار ده ايها الحائر لو مراتك عرف انها غلطانة بس مش هتأسف ابدا لولدتك لازم تدخل حد من عيلتها حد يكون لي قيمة وتروح تقوله لو سمحت انا بيتي بيتخرب مش ممكن انصر مراتي على امي مراتي غلطانة وامي مش هتكلمني اوهد على خاطرها بتبقى مقفولة كده لما بنيجنزرها لازم حد من العيلة يقنع البنت دي وانا بقول لها اخد يبالك انت ده لعب بالنار من تخوف وتنافس بينك وبنحماتك والمطحون الغلبان جوزك المحترم اللي عملك خاطر وبيستأذنك تعتذر الام المحنة الحقيقية والحيرة الكبرى لما الام تكون غلطانة وقدت بقرأ لدراسة منشورة على الديلي ميل ان الرجالة بتميل لنصرة الام على الزوجة في الشرق والغرب بسبب فرق السن وبسبب التاريخ والاحترام وده شيء جميل جدا ان انا اعمل حساب لامي بس هنا في ظلم ظلم ربنا ذكره في القرآن ان امراتك ليها ظلمة منفصلة امراتك مش حتة منك حتة منك اه في الحب لكن ليها شخصية منفصلة انا امي لو اددني فوق دماغي على دماغي يا اما لكن لو اددت مراتي فوق دماغها هنا امراتي مش حتة مني فهتقول لها على دماغي يا اما برضو ما ينفعش ربنا بيقول في القرآن يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصط يعني قوموا بالعدل كونوا قوامين بالقصط شهداء لله ولو على أنفسكم ما تنصرش نفسكم على حد علشان انتو حتى لو غلطانين خلي عندك عدل اللي عنده ياخد حقه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ما نصرش يا أبو يا أمي لو غلطانين على مراتي وهنا ساعات ممكن الحمى من ضمن الأربعة اللي عندهم مشاكل في الإحصائية اللي قلتها لحضراتكم ممكن الحمى تهزأ البنت مرة في البيت ولا حاجة ممكن تعلق على شكلها ولبسها طريقة تربيتها للعيال بطريقة تزود التنافس وتزود المشاكل فالبنت يبقى ظاهر أمام الجميع أنها مغلوط فيها وهنا العلماء قالوا كلام جميل جدا في حديث رسول الله لما سئله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك فقالوا أن من حسن الصحابة الإنسان لأمه أن لو ظلمت مراته يروح يقول لها يا أمي بعد إذن حضرتك وبأرقى وأشيك وأجمل الألفاظ هنا في حق الحد ومراتي برضو حقا أنها تشعر بالإحترام والكرامة في بيتنا ويا أمي معلش طيبة خطرها ومن جبر الخاطر نجاه الله في جو في المخاطر ويقعد يتحيل عليها بأدب الإبن مع الأم الكبيرة لكن في نفس الوقت هنا في حقوق بل من بر الراجل الزوج لأمه أنه ما يعنهاش على ظلم مراته وهنا لازم الراجل يبقى حازم وحاسم وحنين في المسألة دي لأن الست هنا العلومة ما فرضوش عليها أنها تروح بيت حامتها وهي بتتهام هنا مش قاطعة للرحم طب هي لو ما راحتش كده القاطعة هتزيد وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون ولكن رضي في التحريش بينهم الشيطان يبسطوا إن إحنا ما نتقابلش ويحرش ما بيننا فنفترق فهنا الحيرة حاسمها باستئذان واستعطاف الأم إن هي لازم ترد وتجبر خاطر البنت لغلطانة دي لأنها ليها شخصية ومن حقها تشعر بالإحترام في عيلة جزها دي خلاصة لو الراجل بيسأل أعمل إيه لو تخنقوا مع بعض أتمنى تكون رياحة بال كل حال